اهلا بحضراتكم من جديد الاهلي هو بيحط لايحة النظام الاساسي اللي فيه اعتقد ده مشروع لايحة كانت مصر كلها اهتمت بيه علشان كده مجلس ادارة النادي انتقى مجموعة من القانونيين الثقاه اللي ممكن الناس تتق في علمهم في قدراتهم في خبراتهم وفي اهلويتهم اهلويتهم دي كلمة مهمة جدا في هذا السياق لانه ما بزل من مجهود حجم الضغوط اللي تعرضت لها اللجنة والسادة الافاضل اعضاءها اللي اختصوا بوضع الليحة من السادة المستشارين ما كانش ينفع يبزلوا كل هذا المجهود بكل هذه الساعات الطويلة لو ما كانوش فعلا عندهم هذا الحماسة باش مهندس للاهلي والرغبة فيه انجاز هاي سادة المشهور مؤكد واحد من اهم الناس اللي احنا صدفناه النهاردة بصفته عدو لجنة الاعداد والصياغة بالصفة الرسمية ولكن الصفة اللي بعلقته بالنادي الاهلي هو اولا صديق هديم وعدو زميل في النادي الاهلي وعاشق للنادي الاهلي ولكنه كان المستشار القانوني للنادي الاهلي في وقت سابق هو رجل لا يتوانى في خدمة النادي الاهلي مش هو بس هو وعيلته فكلهم ناس الحقيقة يعني على قدر عالي جدا مش بس من الاخلاص والمستقية العالية جدا المستشار اسامة انديل اهلا بك نورت قناة الاهلي وحضرت معك على خفيف كده بعض لحظات الاعداد لهذه اللائحة ولكن اعلم ويعلم زميلي العزيز ابراهيم ماذا الجهد اللي بذلتو انت وزملائك في هذا الشأن 3000 رأي بيتقيروا باهتمام وبعدين بيتفرزوا حسب الاتفاق يعني كم رأي معده وكم رأي ده وبعدين اغلبيات وبعدين احنا عدينا كم مادة في الاخل طبعا الاول مساء الخير على حضرتك باش من سعد لي والاستاذ ابراهيم مهلم بيك مع المرسل شار انا سعيد طبعا انا موجود في قناة النادي بتاعنا والقناة المعبرة عن الجمعية العمومية طول عمرها وبشرف ان انا بين اتنين قماط ولقوا فيك القول خايف منكم يعني خبر ابيض يعني انت تحبسنا واحنا عادي لا خايف من نوك لا لا هو وشوف بص يا سامة بيه اتفضل يا فن احنا دلوقتي خلاص انت اديتني خبر جميل ان في هذه اللحظات راحت على المطبعة اللائحة في صيغاتها النهائية المعتمدة بعد المراجعة والتفحيص والتمحيص والتعديل راحت على المطبعة يعني هتيجي في شكلها الأنيق 48 ساعة مسلا ان شاء الله اعتقد كده يعني على يوم السبت بالكثير ان شاء الله امكن نقلم 48 ساعة اه 48 ساعة ان شاء الله عشان تبقى في متناول السادة عضاء الجمعية العمومية ويبتدوا يقروها ويبتدوا يستفتوا عليها يوم 28 بإذن الله ان شاء الله وهذا عمل تاريخي سيسجل كأسلوب عمل تمام يعني الناس اللي هتنظل إليه مش هتنظل إليه اللائحة اللي تخص النادي الأهلي بس تمام دي مسألة حوالك في الآخر يعني تخص النادي الأهلي تمام قد يكون هم ما يعملوا اللائحة يعملوها بشكل مختلف لكن مؤكد إن المصاري اللي صار فيه النادي الأهلي وتوخيه الشفافية والحرص على استطلاع رأي الجمهور وإن يكون طرح مجتمع بمعناها الحقيقي تؤخذ فيه جميع الفئات مختلف الأعمار الشباب والمرأة والرجل والمسن والمطلقة والأرمالة وبعدين في الآخر يتحط كل ده أمام قمات يعني بسم الله ما شاء الله قيادات العدل والقضاء في مصر كلكم يعني ستتنافسوا في مكانة رفيعة جدا هو ده السؤال اللي بيخليني أهتم ليه أسألك كم مادة اتغيرت لأن ده ستدل على حرص النادي الأهلي على أن الجمعيين مش حرصهم بقى على نفسهم وتشبسهم وفكرهم لا ده حرصهم على أن أي تعديل لا يتفق مع فكرهم بس يكون عليه أغلبية اتفاق الأغلبية المجلس يتنازل عن رأيه أمام هذا الرأي صحيح أنا أخذ من حضاك كلام وخليني الأول أول حاجة تمسيني شخصيا يعني أديه ساعاتي وانبساطي أن أنا أشتغل فلاحة النادي اللي أنا أتربط فيه اللي أنا كنت وأنا صغير أشوف فيه القامات العظيمة وإحنا صغرين نشوف أمين شعير فنيجري كأطفال وإحنا شباب نشوف الكابتن صالح في المكان اللي هو موجود فيه ونعودش كمال بيحافظ الفريق مرتاجي كل هذه القامات ودكتور ابريم الوكيل فأديه الفخر لك بقى مكبرت أن هذا النادي بيدعوك يقول لك اتفضل تعالى ومع عقمات آه مع عقمات أجل لها كل الاحترام والتقدير وتعلمت منها أنا كنت أصغر واحد فيهم أعتبر يعني أعتبر في العلم وفي المكانة كلهم ناس كبيرة ناس أفاضل زي ما ساتك تفضلت في أماكنها محترمين لما تتكلم عن المشار محمود فهمي ده الوحده عايز توقف الوحده عايز كتاب عايز كتاب تبتدي فيه من أول مدخل النبي رحمود بيه فهمي ده أحد زرافاء ذا العصر وقصاص لا تمل لو عادت تسمعوا يوم من الصبح البالليل بالزبط لما تجي تشوف ساعدة الوزير المجد العجاتي تتكلم في إيه تجي تشوف أحمد حسان نابريس مجلس دولة تجي تشوف منصف بنجيب ده مستشار محترم نابريس مجلس دولة وحاليا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لما تجي تشوف دكتور عمر الشريف مساعد وزير عدل سابقا للتشريع الحقيقة لما تجي تشوف مشار على أنديل لما تدخل بقى جوان نادي الأهلي معك لوسي محمد فتحي رجل خبير قانوني موجود كمشرف عام للإدارة القانونية منذ زمن أهلاوي فاهم شغله لما تجي تتكلم بقى طب خلصنا عايزين حد في اللغة العربية حد طيب ما اللغة العربية فيها ناس كتير لا احنا مش عايزين ده احنا عايزين تخصص جوه اللغة العربية ايه التخصص اللي عايزين عايزين مصحح تشريعي ضبط تعبيرات المصطلح وكنا حتى أحيانا كل ما نتكلم قدام حد ايه يا جماعة وانتوا بتعملوا دستور مش عارف ايه لا يا جماعة احنا بنعمل دستور الناديل شر محمود فاهم اهو ده اول اجتماع تقريبا لللجنة اه احنا بنعمل دستور النادي الاهلي طيب دستور النادي الاهلي بهذا الشكل انا عايز اوصل اهو انا عايز سألك انت سأل قبل ما يكمل عشان انا هوصل للاخرات عايزه لا هتقول دي بعد لان التلافات نظري سردك للقامات في هذا المستوى معنى سعانة النادي الاهلي بالقامات بهذا المستوى ما بيديش مؤشر كده عندك مدى الحرص على ان يطلع الشغل طبعا ما يخرش المياه طبعا طبعا كان واضح جدا الرغبة ان انت عايز تعمل عمل تشريعي فلسفته ايه بقى معنى سعانة قبل ما اروح لفلسفته فيه الاستاذ احمد حسين اللي انا قلت عليه مصححة تشريعي ايه هذا الراجل فعلا لازم اختحقه ايه لان الراجل فعلا اشتغل واشتغل بامانة وبجد تمام اه نتكلم على الفلسفة قبل ما نتكلم على فلسفة العمل ده اه انا عايز اقول حاجة اه احنا كنا عندنا اه قانون شغالين به البلد كلها والهيئات الرياضية اللي هو قانون سبع وسبعين لسنة الف سمية خمسة وسبعين تمام هذا القانون خلاص ادى دوره في مرحلة معينة وكان دايما عشان الناس تبقى معنا القانون دايما بيلب احتياجات الناس في مرحلة معينة في وقت معين تجمع سكاني في مكان ما في وقت ما ايه حضرك عارف في الوقت ده كله كان تحول البلد كله تقريبا للفكر الاشتراقي فكان خلاص فلسفة القانون قائمة على ان الجهة الادارية هي صاحبة الحق هي المهيمنة وحضرك طبعا كنت يا أستاذ عادلي مهندس عادلي كنت مدير النادي الاهلي وشوفت قد دي كنت بتعاني اي حاجة لازم توافق عليه اما الجهة الادارية المختصة ممثلة في المديرية او الجهة الادارية المركزية متمثلة في الوزير دي كانت فلسفة القانون وادى دوره وما نقدرش نقول غير انه كان قانون مناسب للمرحلة اللي كانت بتاعة الدولة كلها جينا بعد كده النادي الاهلي خلاص المرحلة دي خلصت النادي الاهلي حاول حاول كتير 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 علشان اقولي يا جماعة يلا فيه موساق قولمبي فيه معايير دولية فيه الكلام ده كله مش عايزين نخرج براها والحقيقة يعني لم تكتب لمحاولات النادي الاهلي النجاح وحدك عارف في سنة فيه مقاومة مش عايز اقول دي في سنة 2008 تقدمنا برؤية كان نادي اهلي وروحنا كان فيه مؤتمر عامل المهندس حسن سقر الرؤية دي هل تتخيل حضرتك هي اللي بعد كده صيغط كمادة في الدستور واحنا بنوها عليها من زمان يعني قلنا عليها في التسعنات وقلنا عليها في 2008 تاني خلاص قدر الله ما شاء فعلا جينا بعد كده دخلنا في قانون رياض الجديد تعامل قانون رياض الجديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة